السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا نتكلم على الوظائف للعملين في مجال البيم ده حسب الكود PS 1190 جزء ثاني اللي صدر فيه 2013 ده الجزء من الكود البريطاني بالله احنا عندنا المالك بيبقى معاه Employer Representative و Technical Advisor والنحية التانية اللي هو اللي بيعمل الموديل بينهم العقد بنلاقي عندنا فيه Information Management و Coordination Management والتنين تحتيهم Design Lead وبنلاقي ان اللي بيعمل الموديل بيبقى عندنا Task Team Manager بيم أسوريس وتحتيهم Task Information Manager دي الوظائف وتعالى بقى نتعرف على كل واحد فيهم ايه اللي مطلوب منه وقوية الحاجة اللي هو بيعملها هنلاقي عندنا المدير معلومات المشروع اللي هو Project Information Manager ده بيعمل ادارة عمليات واجراءات المشروع اللي تبادلوا معلومات وبيبدأ في تنفيذ خطة معلومات المشروع وخطة معلومات الأصول اللي هي Project Information Plan and Asset Information Plan وال Project Information Manager بيعمل مساعدة في اعداد مخرجات المشروع يعني على سبيل المثال بيحدد ال Data Drop هتبقى امتى وبينفذ بروتكول بيم بما في ذلك تحديث الجدول للإنتاج والتسليم الموديل Productation and Delivery المثال المالك اللي هو Employee Representative ده بيعمل تحديد لنقاط القرار الرئاسية تحديد صيغة الأسئلة اللي بتسيئل للصابلات الشين عشان نتأكد انه هو عمل مطلوب منه او هيعمل مطلوب منه اللي هو نحن لسه ما مندرج العقل بيعمل تنفيذ لبرتكالات المعلومات بياخد النموذج المعلومات سواء يقبله او يرفضه بعد كده عنده ده من دام الوظائف المصامم الرئيسي اللي هو Design Construction Lead ده بيعمل تطوير خط تنفيذ البيم اللي هي البيم اكسشن بلان بيعمل تعيين الفريق اللي عمل وتقييمه بيحدد مستوى التفاصيل اللي هو دي بيحدد حجم الاستراتيجية تفويد نموذج معلومات المشروع بعد كده بلنا عندنا مدير تسليم المشروع Project Delivery Manager ده مسؤوليته انه هو يعمل خط تسليم المعلومات الرئاسية ماستر Information Delivery Plan وهو وصل التصال بين فرق العمل بيأكد على تسليم نموذج المعلومات بيضمن ان فريق العمل عنده قدرة على تقديم المطلوب منه بيقلل ويحدد ويخفف المخاطر التسليم بعد كده ندخل على مدير معلومات المشروع Project Information Manager بيرفع التقرير بيرفع التقرير لمدير تسليم المشروع بيعمل شكل معايير المشاريع والأساليب والإجراءات بيضمن الامتسال لنموذج المعلومات ضمن فريق العمل لديه قدرة على التسليم في الوقت المطلوب بعد كده عندي Task Team Manager أو مدير فريق العمل بيرفع التقرير للمصمم الرئيسي بيضمن التسليم طبقا لخطة تسليم المعلومات Task Information Delivery Plan بعد كده عندي مدير معلومات Task Information Manager بيرفع التقرير لإدارة معلومات المشروع ومدير التصميم الرئيسي وده نقطة الاتصال لإدارة المعلومات ويعمل تشيك وتأكد ان احنا ملتزمين بالمعايير والأساليب والإجراءات ومسؤول عن التعليم والتدريب وبعد كده عندنا مدخل للمعلومات Information Stories ده إنتاج وصيانة المعلومات والنماذج والمحتوى تنسيك المعلومات بيكتشف المشاكل الموجودة عشان التسليم بيبعث المشاكل لمدير الانترفيس مانجر الانترفيس مانجر الانترفيس مانجر بيعمل حل المسائل التنسيق ويعمل التنسيق مع الناس في الأقسام الأخرى ولو فيه مشكلة بيش قادر يحلها بيطلحها للمسادم الرئيسي ده أهم الوظائف في الكود BS192 الجزء الثاني ترجمة نانسي قنقر